مطلوب منا أن نجد حل القيمة المطلقة لـ 3x-9 تساوي 0 وتمثيل الحل على خط الأعداد دعونا فقط نكتب معادلة القيمة المطلقة أخبرونا أن القيمة المطلقة لـ 3x-9 تساوي 0 بالتالي أخبرونا أن القيمة المطلقة لشيء ما وفي هذه الحالة هذا الشيء هو 3x-9 سوف يساوي 0 فإذا أخبرتكم أن القيمة المطلقة لشيء ما تساوي 0 فأنا أخبركم أن ذلك الشيء يجب أن يكون على بعد صفر من الصفر أو على بعد صفر من نقطة البداية على خط الأعداد بالتالي الشيء الوحيد الذي يجعل هذا الشيء بأن يكون صفر إذا أخبرتكم أن القيمة المطلقة لـ x تساوي صفر فسوف تعرفون أن x يجب أن تكون صفر فهذه هي القيمة الوحيدة التي قيمتها المطلقة تكون صفر وإذا أن القيمة المطلقة لـ 3x-9 تساوي صفر عندها نعلم أن 3x-9 يجب أن تساوي صفر وهذا الشيء المميز في الصفر وهو الرقم الوحيد المميز الذي قيمته المطلقة تكون فقط صفر فلو قلنا 1 هنا عندما تقول حسناً هذا الشيء يمكن أن يكون 1 أو ناقص 1 ولكن هنا إذا كان لديك صفر فهذا الشيء فقط يكون صفر بالتالي حل هذه المعادلة مباشر جداً إذا أردنا أن نعزل الثلاثة x وأن نتخلص من سالب 9 على الطرف الأيسار نضيف 9 لكل طرفي المعادلة نضيف 9 لكل طرفي المعادلة هذه التسعة تلغي بعضها البعض وهذا هو الهدف وعلى الطرف الأيسار يتبقى فقط ثلاثة x وعلى الطرف الأيمن يبقى فقط 9 الآن نريد حل x فهنا لدينا ثلاثة ضرب x دعونا نقسمها على ثلاثة لأن ثلاثة ضرب x مقصومة على ثلاثة سوف تساوي x ولكن إذا قسمنا الطرف الأيسار على ثلاثة فعلينا أن نقسم الطرف الأيمن على ثلاثة أيضاً بالتالي يبقى لدينا هذان يلغي عن بعضهما x تساوي 9 على ثلاثة وهي ثلاثة هذا هو الحل المطلوب الآن لنجربها حتى نتحقق من صحتها دعونا نعودها في المعادلة الأصلية إذن لدينا قيمة المطلقة لثلاثة ضرب x وبدلاً من x سوف نعود الإجابة الحقيقية التي حصلنا عليها بالتالي ثلاثة ضرب ثلاثة ناقص 9 ناقص 9 يجب أن تساوي 0 إذن ماذا سوف يساوي هذا ثلاثة ضرب ثلاثة يساوي 9 بالتالي القيمة المطلقة لـ 9 ناقص 9 وهي تساوي القيمة المطلقة لـ 0 وهي بالتأكيد الصفر إذن هي بالتأكيد تساوي الصفر ولقد انتهينا